موسيقى تقريباً حوالي شهرياً يعني تم الانتهاء من تركيبات وجد التشغيل الفعلي من حوالي شهرياً تقريباً بيحتوي المعمل بيحتوي على تقريباً بيعمل 11 اختبار للسخان الشمسي ده جزء من السخان الشمسي يسمون مجمع الشمسي المعدة اللي قدامنا دي بتعمل اختبار حملة ميكانيكية يعني ايه؟ يعني اشوف الزجاجة اللي بتاع السخان الشمس ده بيتحمل ضخط او بسموه ساكشل ساحب لحد امتر انا بقى ان كل اختبارات اعملها تبقى للموصفات الموصفات بتقول لي عامل عليه ضخط بقينة كذا فبنفزه ويشوفه هيتحمل ولا لا يبقى ده لو اتحمل يبقى مطابق للموصفات العالمية المبنى ده فيه ثلاث وحديات بكامل ثلاث اختبارات يبقى هنا دي الاختبارات بسموها الان دور او ده بداخل المبنى دي الاختبارات اللي بتحصلت الثلاث اختبارات السخان الشمسي الحمل الميكانيكي والتجاوض والصدمة الميكانيكية احنا بنقسم اختبارات نوعين واختبارات اختبارات كفاءة واختبارات متانة الثلاث اختبارات اللي هناك دون متانة والثلاث اختبارات اللي هنا دون متانة برضو بنعمل اختبار اسمو اختبار المطر في الوحدة في الوحدة اللي هي عليها متضللة دي عشان مطر اختبار المطر ليه؟ لان احنا طبعا السخان بمحطوط في اه مناطق المنطرة فبنيعمل عليه اختبار عشان نشوف هيصرب مية جوه يصرب مية جوه الاز ولا لا لانه لو سرب مية جوه الاز بتقلي كفاءته على طول مفوض ان هو مؤلخ تماما وميصربش مية ده نوع من اختبارات الوقت المتاني الاختبار التاني بيسمونه صدمة الحرارية الخارجية واختبار صدمة الحرارية الداخلية نعرضه للشمس وبعدين نضي له مية دوش مية ده الخارجي وشور عن دزاز يصبح صدمة الحرارية الداخلية طب داخلي المواسير جوه دي مواسير النحاس لو هي سخنة قوي ودخلت لها مية ممكن يحصل داخل شوه اللحام يفك فده بتصدمة الحراريات الداخلية بنعمل صدمة الحراريات الداخلية والخارجية على الوحدة دي ودي وحدة المطر في اختبار رابع هنا بيحصل على الرجات كلها اللي هي الرجات الفضية دي بيسموها اختبار التعرض ده بعد بابل إيس الكفاء بتاعة المجمع الشمسي نجيبه نعرضه هنا لمدة سنة لجميع العوامل الخارجية سنة كاملة باسمه التعرض عشان يمر عليه شطة وصيف وربيع وخريفه كله بعد الناس الجامي بنعمل إيس الكفاء التعرض كل الاختبارات اللي احنا عملناها دي اختبار المية سخنات المية آخر اختبار بنعمله اختبار سخان الهواء فيه سخنات هوا بنقيس هتقوليلي هوا ليه؟ بيستخدموه في التدفئة برا بيستخدموه في التدفئة يسخن هوا ويدخله جوه المبنى في موصير فتسخنه الشقة ده اختبار كفاءة المجمع احنا هنا بنستخدمها بحاجة تانية خالص نتخدمها تسخين الهواء ده بيستخدموه في تكفيف المحاصيل اللي جاتبك الفول والفصولية والسلة عن طريق تسخين الهواء وهي تتحط في قرفب كده يهم يعد عليها الهواء السق فيجب كده الأجزاء السقنات اللي برا دي او من كل الكبر المجمعات بنوصلها بالدواء اللي ده هنا والدواء اللي ده هنا والدواء اللي كل دها متوصلها بالحساسيات بعد ذلك الحساسيات داخلها على السيرفر الرئيسي هوا اللي هو ده ده الكمبيوتر اللي بيجمع كل بيانات المعمل بالكامل زائد بتحكم ثمان في الوحدات اللي ده تمام؟ الجزء ده بتاع السيستم والجزء بتاع المجمع ده يعني هنا ده يقدر تتابق أربعة سيستم مرة رابعة ده وده ودد الأربع دواء اللي عمقه ده اختبر أربع مجمعات في نفس الوحد يجمع هنا وبالاخر اطلع الديه تأخذ من هنا بقتات المتجمع واجمع اخذ على واحد زي ده 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 اختبار مجمع شمس يعني ايه كفاءة انا عندي وعندي الامبط لشعر الشمس الربان سبحان تعالى من الجود ده ده اللي يتسموها الطاقة الحرارية للشمس الامبط مية سحر فبشوف الكفاءة بتاعته يبقى اخذ الامبط او الاو البط على الامبط ليه انا بعمل بقى؟ دوره بقى دوره انه حاجة مهمة جدا انه يقيم المنتج اللي مصنع محليا والمستورد دين الخارج يقيمه يديله شهادة بسموها 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 هل ده فعلا منتج مطاطق المسوقات ولا لا؟ المعمة ده لسه شغال من شهر بس قبل كده كان المستورد هو اللي بيجيلي مباشرة او بسموه السجون هو اللي بيجيلي مباشرة عايز يختبر ليه؟ عايز يختبر ده لان وزارة الاسكان من نزيلهم ناصر بطلبة شهادة من نهاية الطاقة يعني الحكومة بتبقى معارفة ان احنا عندنا معامل فبتطلب من اللي بيتعامل معها من المناقصين يجيب لهم مشهادة من نهاية الطاقة غير كده لو واحدة زي حضرت لي كده عايز اتروح شركة هتلكم سخانة